ختام الجولة السادسة عشر من دوري STC للدرجة الممتازة الكويت استضاف اليرموك وهاجم مرماه مبكرا فيصل زايد حاول بكرة على الطاير لم يكتب لها النجاح فيصل النشط لم يسجل من هذه الكرة والثالثة كانت ثابتة زايد سجل هدف المباراة الأول من كرة ثابتة أسكنها في مرمى فيصل لمتيمي الكويت واصل هيمنته على مجريات اللعب رأسية يوسف ناصر مرت قريبة يوسف ناصر أضاف الهدف الثاني والحكم سعد الفضلي ألقى الهدف بعد رجوعه لتغنية الفيديو الكويت اكتفى بهدف النظيف في شوط المباراة الأول الكويت لم يكتفي بالهدف وواصل هجومه مع بداية شوط المباراة الثاني ونجح يوسف ناصر من تعزيز التقدم بالهدف الثاني الكويت تسيد مجريات المباراة وأضاع أكثر من فرصة طلال الفاضل بمجهود فردي ساهم بإضافة زميله يعقوب الطراروة لهدف المباراة الثالث الكويت اكتفى بثلاثية في مرمى اليرموك وتربع على عرش دوري STC الممتاز وفي مباراة أخرى التقى السالمية بنظيره الساحل على الساد نادي الشباب في الأحمدي السماوي دخل المواجهة سريعا وتمكن من تسجيل هدف مبكر عن طريق النجم مباراك الاثنيني الذي استقبل تمرير مثالية من باتريك فابيانو السالمية استطاع أن يضيف الهدف الثاني بطريقة جميلة عن طريق الهدف فابيانو بالكعب للخلف وهذه العرضية الله 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 شي سوون السالمية السالمية واصل هجومه على مرمى الساحل وعزز من تقدمه بالهدف الثالث من تزديدة قوية أطلقها البرازيلي فابيانو الشاب مهدي دشتي أرسل تمريره جميلة وضعت المزعج فابيانو أمام المرمى الذي لم يتوانى عن تزديلها ليضيف الرابع لفريقه والهاترك الشخصي له لينتهي الشوط الأول بتفوق سلماوي عريض مع بداية الشوط الثاني حسين المسوي سنحت له فرصة لإضافة الهدف الخامس لكن بدر الصعنون أبعد الكرة رأسية فهد الرشيدي كاد أن يعزز منها تقدم فريقه لكنها علت العرضة ليطلق بعدها الحكم يوسف نصار صافرته ويعلن فوز سلماوي بأربعة أهداف دون رد ترجمة نانسي قنقر